السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور مجد عبد الرازي استشاري أمراض مواضية وجهز هضمي وكبد أتشارف بوجودي معكم موضوعنا اليوم عن تحليل الإيد التأكيدي بعض الشباب يتعرض لظروف معينة مثلاً حصل انفصال عن الزوجة أو خبر محزن وعايز يرفع ولكن يختار أصدقاء السوق وبالتالي يذهب إلى أماكن مثل حفلة أو جلسة مساج لكي يرفع على نفسه وفي هذه الحالة يحدث علاقة جنسية خارج إطار الزوج وبالتالي فرج من النقرة وقع في دوحضيره وابتدى يدخل في أوهام ووساوس أنه يأتي له عدوى مرض جنسي وأكثر شيء خايف منها هو الإيد وبالتالي مهم جداً أننا سنعرفون أن موضوع تحليل الإيد هذا يستلزم أن نتوجه نحي الطبيب مختص لأنه هو الذي يعرف فترة النافذة المرض وهو الذي سيوجهك أنسب تحليل الإيد مناسب للحالة طبعاً الطبيب المختص يسمع بالتفصيل ما حدث وممكن أن يقول لك أنه لا يوجد داعي إطلاقاً لعمل تحليل وأنك سليم مئة في المئة وممكن أن يقول لك أنك لازم تعمل التحليل فوراً أنت العلاقة التي عملتها خطر وبالتالي الطبيب المختص هو الذي يوجهك ما هو نوع التحليل الذي يجب أن تعمله طبعاً لدينا أنواع من التحليل التحليل تعتمد على الفيروس نفسه وهذا ما نسميه PCR وهذا يجب أن نعمله للنوعين PCR هو النوع الأول وPCR هو النوع الثاني وهذا يبقى قطعه بعد تسعة تيام هناك اختبارات التي تعتمد على الأجسام المضادة وهذه الأجسام المضادة التي جسمك يفرزها نتيجة دخول فيروس HIV في الدم وبالتالي تكون محتاجة فترة أطول لكي تبدأ تظهر في الجسم وهي تأخذ حوالي أسبوعين لكي تظهر في الجسم وبعد أن تظهر في الجسم تفضل موجودة على طول العمر يعني لو أنك إيجابي بالنسبة للفيروس HIV هذه الأجسام المضادة لن تختفي من جسمك حتى لو أخذت عليك، ستفضل موجودة في جسمك بالنسبة للأجسام المضادة هذه هي التي نسميها أجيال في الجيل الأول والجيل الثاني الجيل الأول والجيل الثاني قطعي بعد ثلاث شهور النتيجة لو أنك سلبي، إذن هذه نتيجة قطعية بعد ثلاث شهور الجيل الثالث من الأجسام المضادة يكون قطعي بعد عشر أسابيع وبالتالي لو أنك سلبي، إذن أنك سلبي طالما مر عشر أسابيع من العلاقة أما فحص الكمبو أو الإليزة فحص الكمبو يعتمد على الأجسام المضادة النوع الأول والنوع الثاني بالإضافة إلى بيت 24 وهذا الانتجين في الفيروس نفسه وبالتالي الكمبو أو الإليزة الاثنين يكونوا قطعيين بعد ستة أسابيع من العلاقة هناك أشخاص يقولون هل نعمل فحص تأكيد ثاني بعد ثلاث شهور؟ لا، بعد ستة أسابيع ثلاث سلبي إذن أنك قطعيا سلبي من الـ HIV طالما عملت اختبار من الجيل الرابع مثل الإليزة أو الكمبو أو الإيكيليا أو الفيداس كل هذه التقنيات العالية تعتبر جيل الرابع وهي النتيجة لها لو أنك سلبي قطعيا بعد ستة أسابيع وليس محتاج تعدها بعد ثلاث شهور وليس محتاج تعدها بعد ستة شهور كما قلت لكم، هذه الأجسام المضادة لن تختفي أبداً لكي يوجد بعض الناس يتسأل هل بعد ثلاث سنين يمكن أن يختفي الأجسام المضادة وأعمل التحليل وأطلع سلبي وأنا لدي الفيروس الـ HIV؟ لا، هذا لا يحدث طالما عندك فيروس الـ HIV، الأجسام المضادة ستفضل موجودة في جسمك على طول كان هناك شاب يسأل يقول لي، دكتور، أنا دلوقتي اتضح أني عندي إيجابي للـ HIV معنى أني لن أتزوج؟ لا، طبعاً، ليس معنى أنك لن تتزوج، أنك لن تتزوج وكل شيء لكن العروسة يجب أن تعرف أنك إيجابي ونغشها، وفي نفس الوقت يجب أن تبدأ في العلاج مع الطبيب المختص، لأنك بعد 6 شهور سنقوم بإختبار PCR ستخرج بعد ذلك سلبي، يعني 0 يعني ليس معدي إذا كنت ستستخدم الواقع الذكري مع زوجتك في المرحلة الأولى التي هي أول 6 شهور من العلاج بعد ذلك، عندما تكون 0 في الدم والفيروس يختفي من الدم ستستخدم الواقع الذكري وستعيش حياة طبيعية مجرد أنك تأخذ العلاج بانتظام مدى الحياة إذن لا يوجد خوف من موضوع الزواج أو أنك لن تتزوج بعض الشباب يقولون أنني انتهت حياتي أنا لا أعرف أن أعمل أو أن أتخرج لا، كل هذه أوهام ووساوس مريض الـ HIV يعيش حياة طبيعية جداً مجرد أن يأخذ الحبوب لا يوجد أي مشكلة لا يتعرض لمرحلة الـ AIDS التي كنا نتحدث عنها ونقول أن هذه مرحلة قطيرة ويحدث فيها نقص جديد في المناعة ويبدأ أن يحدث أمراض انتهازية وأورام لا تتعرض للمرحلة هذه أنت كل من عندك فقط فيروس الـ HIV أو مرض نقص المناعة المكتسقة وبالتالي طول ما أنت ماشي على العلاج، أنت في أمان لأن الفيروس يختفي من الدم ويتوجه نحية النخاع العظمي ويبدأ لا يظهر في الدم خالص يعني عندما نعمل PCR، نجد X0 الفحص التأكيدي اسمه Western Plot ويسترن بلوت لا نعمله للناس التي طلعت النتيجة سلبي لا، نعمله للناس التي طلعت النتيجة إيجابي وبالتالي المعمل يعمل إختبار Western Plot الفحص التأكيدي لكي يتأكد أنك كانت HIV إيجابي وبالتالي عندما يأتيك النتيجة ويقولك أنك إيجابي للـ HIV مؤكد أن يكون عمل إختبار التأكيدي اسمه Western Plot أنت سلبي، هل تعمل Western Plot؟ لا، لا تحتاج أن تعمل Western Plot لأن هذا اسمه الفحص التأكيدي للحالات الإيجابية فقط والمعمل هو الذي يعمله لكي يتأكد قبل أن يأتيك النتيجة أنك إيجابي فإذاً المعمل يجب أن يكون واثق 100% أنك إيجابي قبل أن يكتب لك في تحليل أنك إيجابي يعمل هذا الإختبار التأكيدي أنا سأقوم برقم الـ WhatsApp لو هناك أي استفسارات أو تقارير طبية 020-027-28-4778 أشكركم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته